ايه ده يا رؤى؟ ايه اللي انت عاملها في القودة ده؟ انت كل يوم تبقى هدلي القودة ومش بترتبيها؟ وايه يعني؟ تبقى نظيفة ولا مش نظيفة؟ هي كده عاجبيني عادي يعني المشكلة ما تبقى مش مترتبة يعني؟ محنا عادين فيها اهو؟ لا طبعا انا بحب بعض في مكان نظيف والله لو مش عاجبك ترتبيها انت خلاص انا هنزل اقول لماما انزلي يا اخت ما انت بلعت ماما برضو مش هرتبها انا حرق انا بحب القودة تبقى كده يا ماما فيه ايه يا رمالي؟ رؤ يا ماما كل شوية تبايد للقودة وانا بطعب في ترتابها انا بحب النظام والنظافة وهي مش بتعمل كده انا تعبت من رؤى جدا مش عارفة اعمل معها ايه مش بتحب نظافة ومش بتذاكر ومش بتهتم بأي حاجة نادي عليها يا ماما وقوليها تساعدني ونتب القودة مع بعض انا بحب اذاكر في القودة وهي نظيفة كده مش هارف اذاكر خالص معلش يا حبيبتي انا هنادي عليها تعالي يا رؤى يا رؤى يوه يا رؤى يا رؤى يا رؤى نعم عايزين ايه من رؤى شايفة يا ماما بتتكلم ازاي يا رؤى يا حبيبتي اتكلمك كويس وبعدين هو ليه انتي مش منظمة ومش بتحب النظافة ما انتي عارفة اختك مش بتعرف تذاكر غير في مكان نظيف وهي المرتبة ودايما بترتب القودة عشان تقعد تذاكر انتي ليه تبهدليها ولا انا بحب بالعب في القودة براختي مش ههتم بقى نظيفة ولا مش نظيفة اللي مش هعجب القودة يذكر في مكان تاني رؤى انتي بتتكلمي كده ليه ما ينفعش كده اتكلمك كويس كده انا هزعل منك وهتر عقبك عقبيني طبعا ما انتي مش بتحب غير يعره استني هنا يا بنت مش بتسمع الكلام ابدا مش عارفة اعمل معها ايه خلاص يا مام انا هدلع نضف القودة بقى ولا اتبع عشان اقعد اذاكر اللي امتحنت بعد يومين وعايز اذاكر عشان اجيب درجات حلوة معلش يا حبيبتي خلاص اطلع رأتي بيها وانا هيبقى ليه تصرف تاني معي انا عارفة عنيدة وبتحب المشاكل زي باباها انا هنضف القودة عشان اعرف اذاكر ياريت بقى ما تبهدلهاش تاني وما تعملش دوشة انا حرة اعمل اللي انا عايزاه بقولك ايه هو انتي مش المفروض تذاكري وعندك امتحانات زي اقعد زكري مالكيش دعوة وبعدين ذاكر انتي وخلكي في حالك ياريتني كنت وحيدة وماليش اخت اطحاب الحلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وعشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات يلا نزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك واللي مش مشترك يشترك في القناة واكتبولي كمانت خلوة قلولي رأيكم في الفيديو يلا حالا نعملوا لايك بحبوكم يا احلى خوات في الدنيا حضريلي الغد يا فريدة عايزة تغدى عشان خارج تاني الناس تدخل من الباب تقول سلام عليكم ازايك يا فريدة اي حاجة مش حضريلي الغد عشان خارج تاني شكلك كده عايزة تتخنقي وتعملي مشكلة انا مش ناقص ولا مشاكل ولا حاجة انت لا بتتكلم معنا ولا بتقعد في البيت ولا بنشوفك انا لا عايزة اشوفكم ولا عايزة اتكلم انا عايزة اكل عشان اخرج انا حظي كده ازايك يا بابا اهلا يا روك ما تزعلش يا بابا انا اسمعتك وانت بتتخانق مع ماما اصلاها بتحب النكت ازاي يارا اختي بالزبط بصراحة اه مش عارف اعمل معها ايه ولا انا برضو انا زهقت منهم ايه ده الاكل طعمه مش حلو كده ليه بالعكس يا بابا ده الاكل حلو جدا ده كله ملح وملوش طعم بصراحة عندك حق يا بابا الاكل مش حلو يا ماما لا ده انتم اتفقين بقى على فتنة الاكل جميل حتى لو مش عجبكم تقولولها تسلم يدك يا ماما هي برضو بتتعب في المطبخ انا اصلا مش عايز اكل ما الاكل طعمه حلو اهو المشكلة فين ايو انا كل شوية كده اتخانق معاها وعمل لها مشكلة عشان اطلقها واتجو السلوة ده اكيد تلكيك عشان يعمل مشكلة ويتخانق ما تزعلش يا ماما اكلك حلو قوي مش زعلانة يا حبيبتي اصلا مش مهم رأى يلا قفل التلفزيون ده وقوم زاكري يوه مش عايزة زاكر انا زاكرت خلاص مش عايزة زاكر وانا زاكرت خلاص انت عندك امتحانات يلا خلاص يا ماما مش عايزة التلفزيون انت يا كده عايزين اقفله عشان توفر الكهرباء انت بتتكلمي كده ليه فعلت انا معرفت شرب بيك يلا طلعي على قدك فوق زاكري معقول البنت بتتكلم معايا كده طبعا بتقلدي بباقي في اسلوبه وطريقته انت السبب يا هاني انا مش عارفة البنت دي ما طلعتش زي اختها ليه وانت لسه بتتكري قدفل نور بقى انا عايزة نام اولا لسه الساعة تمانية يعني انت مش هتنامي دلوقتي وثانيا احنا عندنا امتحانات انت مذاكرتش حاجة اعودي زاكري شوية ملكيش دعوة زاكري انت لازم تذاكري هتحل في الامتحانات ازاي ملكيش دعوة هغش الامتحانات يلا بقى انزلي زاكري تحت ولا عادي زاكري في الجنينة انا عايزة نام مفيش فايدة اخد كتب يوانزل الزاكر تحت فيه ايه يا يارا بتذاكري هنا ليه مش قادة في قطك عشان روحي يا ماما قالتلي ان هي هتنام ومش عايزة نقول القط تنام ده لسه بدري هي ليه مش بتذاكر انا قفلت لها التلفزيون وقلت لها تطلع تذاكر طبعا هتعمل نفسها نايمة عشان تهرب من المذاكر ماشي يا روح طب ذاكري انت بقى يا يارا وانا هتطلع اشوفها دي ماما جاية اما اعمل نفسي نايمة بسرعة روحة انا عارفة ان انت بوش نايمة يا روحة انا عارفة ان انت صحية وعمل نفسك نايمة عشان تهرب من المذاكرة يوه مذاكرة مذاكرة انا مش بحب المذاكرة وانا هتذكر بالعافية وبعدين ما بابا بيسيبني براختي اش معنانتو بقى اللي قاعدين كل شوية ذاكري ذاكري روحة يا حبيبتي انت عندك امتحنات وانا عايزك تجيب درجات كويسة زي يرى اختك لا انا خلاص مش عارفة ذاكري دلوقتي انا هنام انا بقى هعقبك بكرة مفيش مصروف مدرسة اتأخرت كده ليه هاني هو انت على طول بتقضي اليوم برا كده ايوه انا حر ملكيش دعوة مش عايز اعود في البيت تسبحي على خير ولا مش على خير فريدة انا قررت اتجوز ايه اللي انت بتقوله دا يا هاني ايوه انا قررت اتجوز عشان عايش مبسوط مش عايز اعيش في نكة هو انت بتشوفني ولا بتشوف ولادك عشان تقول عايش في نكة انت مش بتقعد معانا اصلا انت طالق يا فريدة سلام يا خبر ايه اللي عمله بابا ده عادي يعني شيء متوقع يا حبيبتي يا ماما ما تزعليش يا ماما هو اكيد هيعرف انه غلطانه يرجع تاني انا مش زعلانة يا حبيبتي خلاص يلا انا حضرتلك انت واختك اللانش بوكس عشان تروحوا لمدرسة انا مش هروحي انهارد يا ماما واروض معيك لا يا حبيبتي روحي مدرستك انت عندك امتحانات كمان يومين عايزاك تركزي في مذاكرتك كويس فانا خلاص مش بعيط الحاجة اللي هتفرحني بقى ان انت تجيب الدرجات النهائية وتطلعي الاولى انت واختك حاضر يا ماما انت يا ماما اللي غلطانه لو ما كنتش بتزعليه وتضايقيه ما كنتش ميشي وسابنا اسكت يا روح طبعا انت بتتكلمي كده عشان دايما في صف باباك يلا روحوا على المدرسة ممكن اعرف انت ليه بتكلمي ماما بالطريقة دي وفرحانا ان بابا ميشي وسابها عشان ماما بتحبك انت بس ومش بتحبيني خالص لا طبعا ماما بتحبيني احنا الاتنين زي بعض هي بس بتزعل منك عشان انت مش بتسمعي كلامها خالص لا دي بتدلعك انت وبتحبك انت ازاي بس دي بتعمليني كل حاجة زي بعض انت بس اللي شايفة كده دي ماما طيبة قوي مش عارفة ليه بس بابا بيسلمها انا خلاص يا سلوى طلقت فريدة طيب نحدد معادي الفرح بقى بس اقولي الاول البنات هيعيشوا مع مين هيعيشوا معنا ولا معاها اكيد طبعا هيعيشوا معاها بس ما فيش مانع لو عايزين ييجوا يعيشوا معايا اه طبعا طبعا هيعيشوا معنا هيبقوا زي بناتي انا لازم اقوله كده لان لو رفضت مش هنتجوز بحب تتغد ايه اطلب لنا الاكل على زوقك يلا هبتدى وزع عليكم وراء اللي امتحانات كل واحد يبص في وراته وما يتكلمش مع حد هي الاسئلة صعبة كده ليه مش كانوا يسهلوها شوية شهد يا شهد شهد عايش ده ايه يا رؤى طلعي الورقة بتاعتك لفوق شوية عشان اشوف الاجابات لأ طبعا مش هينفع المسطر هياخد باله وممكن يطردنا برا وياخد مننا وراء اللي امتحانات يا بنت ما تخافيش مش هياخد باله لا انتي رخمة قوي يا شهد الحمد لله اللي امتحان كله طلع من الدروس اللي انا ذاكرتها يارب بقى اجاباتي تكون صح وجيب الدرجات النهائية عشان افرح ماما ويارب انتي كمان يا رؤى تحلي كويس وتجيبي درجات حلوة عشان تفرح بين احنا الاتنين وتنزل اللي حصل من بابا عملتي ايه يا رؤى الامتحان كان سهل لا ده كان امتحان رخم قوي طبعا لازم تقولي رخم عشان انتي ما ذكرتيش طب انت امتحانك كان اخباره ايه الحمد لله الامتحان كان سهل جدا كل الدروس اللي ذاكرتها لقيتها في الامتحان طب منوني يا بنات عملتوا ايه في الامتحان الامتحان كان سهل قوي يا ماما الحمد لله حلت كل الاسئلة وان شاء الله اجيبت درجات النهائية الحمد لله يا حبيبتي وانت يا رؤى سكتة ليه؟ ما تقولي؟ أخبار الامتحان إيه؟ ها؟ الامتحان؟ كان صعب شوية بس أنا عرفت أحل كويس طيب الحمد لله يلا طلعوا غيروا لبسوكم بقى عشان حضر لكم الغداء وبعد كده تعودوا تذكروا أنا مش عارفة عملنا فيك إيه يا هاني بس عشان تسيبنا قطروح تتجوز رؤى انت ليه وقفة في البلك وانا مش بتذكري؟ ذكرت واذهقت ومش هذكر تاني يا بنت انت نفس ان عندنا انتحانات وبعدين ملكيش دعوة انت أنا حر أذكر ولا لأ؟ يا بنت مش كفاية الزعل اللي ماما فيه عايزين نفرحها يوه ده انت زنانة الله يستمحك يا رؤى ايه رايك بقى في البيت يا سلوى؟ غيرت الحاجات اللي ما كاريتش عاجبكي ايوة كده بقى كويس تمام؟ انا كده هبقى مبسوطة منك جدا ان شاء الله عربنا يقدرني واعمل كل الحاجات اللي تبسطك اما روح اتسل ببابا وحشني قوي عايز اتطمن عليه الو ازايك يا بابا؟ انا رؤى اهلا ازايك يا رؤى؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس يا بابا انت اخبارك ايه؟ هو انت قاعد فين؟ انا تجوزت تانت سلوى وقاعد في بيت جديد يا حبيبتي انت تجوزت خلاص يا بابا؟ يعني انت مش ناوي ترجع تاني لا خلاص انا مبسوط هنا انت وحشتني قوي يا بابا وعايز اشوفك خلاص يا حبيبتي هقولك العنوان وبتعالي زوريني ياريت يا بابا تبقولي بقى تانت سلوى طيبة؟ طيبة قوي يا حبيبتي طيب كويس ابقى كلمني على طول يا بابا وانا كمان هكلمك ماشي يا رؤى يالله مع السلام مع السلام يارى نعم يا رؤى عايز ايه؟ انا كنت بكلم بابا عشان اتطمن عليه قال لي انه هو تجوز تانت سلوى انتي بتقولي ايه؟ بابا خلاص اتجوز؟ انا كنت فكرة بيقول كده وهيرجع تاني وعلى فكرة بيقول ان تانت سلوى طيبة طيبة ولا مش طيبة واحنا ملنا؟ احنا عايزين بابا انا زعلت قوي من الخبر ده مش عارفة هذكر ازاي احسن ياريت ما تذكرش وتجيب درجات وحشة عشان ماما تزعل منك وتكرهك يا بنات مش عايزة اللي حصل ده يأثر عليكم عايزكم تركزوا وتحلوا في الامتحان كويس ما تلاقش يا ماما انا زكرت كويس وان شاء الله هكيبوا الدرجات النهائية وفرحك هو ايه يعني اللي حصل؟ ايه المشكلة يعني ان بابا تجوز واحدة تانية؟ انتي يا بنت عايزة تفرسيني يلا اتفضلوا على المدرسة انا مش عارفة ليه رؤى كده ده كأين مراد بابا مش مامتها هيا رؤى عملتي ايه في الامتحان؟ زي كل يوم هكون عملتي ايه يعني؟ المستر كان ريخم قوي يا بنتي ما قلتلك ذاكري وبلاش تعتمدي على الغش بابا؟ ازايكم يا بنات عاملين ايه؟ الحمد لله يا بابا وحشتني قوي وانتو كمان يا بنات يلا تعالوا معي عشان تسلموا على طنت سلوة وتتغدوا معنا لا انا مش عايزة اسلم على حد انا هروح اتغدى مع ماما انا هاجي معاك يا بابا عشان اسلم على طنت سلوة وتغدى معاك انت وحشني قوي ماشي روحي انتي يا رؤى سلام يا باب انتي يا رؤى بنتي حبيبتي لكن يارا دي طلع لامها تعالي يا حبيبتي يلا بينا يلا يا باب ايه يا يارى مالك ده خلز علانا ليه كده هو اللي متحكم مش حلو ولا ايه وبعدين هي رؤى واختك فين اللي متحكم حلو يا ماما لكن رؤى مالها رؤى بصراحة بابا جالنا المدرسة وهي مشيت معي بصراحة بابا جالنا عند المدرسة وطلب مننا ان احنا نروح نتغدى معاه ونسلم على امراته الجديدة لكن انا رفضت بس رؤى وافقت ايه رؤى وافقت يعني ايه هو ممكن ياخدها تعيش معاه ويحرمني منها مش عارفة يا ماما ايه ده يا طرم ايه اللي بيتصل بي دي ماما قالو ايوة يا فريدة انت ازاي تروح عند المدرسة وتاخد رؤى البنات وحشوني وروحت المدرسة عشان اشوفهم وقلت لهم يجوا يتغدوا معايا لكن طبعا بنتك يا را طلعالك مريدتش تيجي معايا لكن بنت حبيبتي رؤى هي اللي جات معايا عشان تقضي اليوم وتتغدى معانا وتسلم على سلوة مراتك جديدة انا عايزة بنتي يا هاني ما تقلعيش هرجع هالك ماشي يا هاني اما اشوف طبعا ماما زعلنا ان انا جيت هنا اكيد طبعا يلا تعالي دخلي اهلا اهلا ازايك يا حبيبتي دي رؤى بنتي يا سلوة هي اللي جات معايا عشان تسلم عليك اهلا اهلا يا رؤى انت زي القمر زي ما بابا قال لي بالزبط شكرا يا طن تحضرتك اللي زي القمر شكرا يا حبيبتي البيت ده كبير وحلوة قوي يا بابا يا ريد تيجي تعيش معايا هنا يا رؤى بس انا عارف مامتك مش هتسكت عادي يا باب اما اكبر شوية هاجي عيش معاك انت وطن تسلوة لا لا انا كده حلوة قوي مش عايز حد يجي عيش معايا ايوة ايوة يا حبيبتي طبعا يا ريد اتأخرت كده ليه يا رؤى انا كنت قلقانة وخايفة ما ترجعيش اصلا انا كنت مبسوطة قوي يا ماما هناك وانا قاعدة مع بابا وبصراحة طن تسلوة طيبة قوي انا ما سألتكيش عن طن تسلوة يا ريد بعد كده ما تروحيش مكان من غير ما تقوليلي عشان بقلق عليك تلاقي علي من ايه هو انا كنت فيه ان انا كنت عند بابا ومراته الجديدة الله يستمحك يا رؤى انت ليه بتضايقيني اذا ايه لي بقى يا ماما النتيجة تكون حلوة واطلع الاولى يا ربي يا يارى يا حبيبتي انت ورؤى تجيبوا الدرجات النهائية وتطلعوا الاوائل يلا روحوا بسرعة بقى عشان تفرحوني ياه الحمد لله الحمد لله درجاتي كلها النهائية ماما هتفرح قوي اما روح بقى اتمن على درجات رؤى عملت ايه يا رؤى عادي يعني عملت ايه وريني كده الدرجة بتاعتك يا خبر ابيض يا رؤى ايه المصيبة دي ده انت سقطي خمسة من سبتين اربعة من تلاتين ايه ده انا مش متخيلة دي ماما هتزعل قوي وايه المشكلة يعني هو انا اول واحدة اجيب الدرجات دي اه هبقى زاكر بعد كده وايه المشكلة يعني وزاكر واتعب نفسي واجيب درجات حلوة ليه هي ماما بتحبيني زيك يا بنت ايه اللي انت بتقول ايه ده طبعا ماما بتحبك بس هتزعل قوي اما تشوف الدرجات دي على فكرة ماما عايزانا نبقى احسن بنات في الدنيا عايزاكي انت بس لكن انا لا دايما بتزعقلي وبتزعل مني لكن بابا ما كانش بيضيقني خالص ماما بتزعل منك عشان انت مش بتسمعي كلامها خالص وبتكلميها باصلوب مش كويس طب يلا بقى نرجع البيت ونشوفها نقولها ايه قلولي يا بناتوا فرحوني عملتوا ايه انا يا ماما اخدت الدرجات النهائية انا طلعت الاولى يا حبيبتي فرحتيني انا هجيبلك احلى هدية وانت يا رؤى وريني درجاتك انا يا ماما درجاتي وحشة جدا سقط ايه ازاي يحصل كده طبعا ما انت ما كنتش بتذكري ما ما كنتش بتسمعي الكلام انت تستهل العقاب انت محرومة من المصروف وكمان هتنامي في البدروم لحد بقى ما تتعلمي الادب تتكلمي كويس وتذكري وتبقى منظمة زي اختك انا فعلا دلعتك طبعا ما انت بتعملي كده عشان مش بتحبيني انت بتحبي يقرى بس انا بالعكس انتو الاتنين عندي زي بعض بس للأسف باباك اللي مفهمك كلام غلط خالص انا هعلمك الادب من اول وجديد